موسيقى اجتماع مشترك لهيئة الرئاسة وانتقال العاصمة عدن يقف أمام مستجدات الأوضاع في عدن محافظ حضر موت يدشن المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان بجامعة العرب موسيقى أهلا بكم بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع رئيس جمهورية إندونوسيا مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات التنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين واستعرض اللقاء مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية بجانب التعليم والصحة والعمل المناخي والبيئة وغيرها من المجالات التي تمثل أوليات التنمية المستدامة في البلدين وأعرب رئيس دولة الإمارات عن تقديره للدور الهام الذي قام به الرئيس الاندونوسي في تطوير العلاقات البلدين وكتب الرئيس الاندونوسي كلمة في سجل الزوار عبر خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبار التي حظي بها خلال الزيارة وتمنياته بمزيد من التقدم وتطور في مسار علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة أدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني مجددا المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت في جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بسلمان أكد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وأجدد مجلس الوزراء ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية من دعمها وترسيخ التعاون الدولي لحضر جميع أنواع الأسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية كما تابع المجلس تطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا مشددا على همية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حسنا منيعا ضد الفوضى والصراعات وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول أعلن مركز الأمن البحري العماني أن طاقم ناقلة النفط بريستيج فالكون والتي انقلبت قبالة ميناء الدقم في ظروف غامضة لا يزال مفقودة وذلك بعد يوم من الإبلاغ عن غرق ناقلة التي ترفع علم جزر القمر وذكر المركز العماني أن طاقم الناقلة مكون من 16 شخصا 13 منهم من الجنسية الهندية وأفاد المركز بأن الناقلة لا تزال غرقة ومقلوبة ولم يؤكد ما إذا كانت استقرت أو يتسرب النفط منها إلى البحر دون معرفة أسباب الغرق وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطات العمانية أجرت عملية بحث مينقاد في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية دولية هذا وأوضح المركز البحرية الدولي أن الباخرة بستيج فالكون كانت تتجه إلى العاصمة عدن وكان من المتوقع وصولها إلى ميناء الزيت في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري فيما أوضحت وثيقة صادرة عن مصاف عدن حمولة الديزل التي كانت على متن الباخرة المنكوبة والتي كانت قادمة للميناء هذا ونشرت البحرية الهندية طائرة لعمليات البحث والإنقاذ في البحر بعد اختفاء ثلاثة عشر من مواطنيها في حادثة انقلاب السفينة هذا وتتزامن الحادثة مع التصعيد الحربي لميليشيات الحوثي واستهدافها المتواصل ضد السفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن القضاء على التهديد الذي تمثله الميليشيات الحوثية في اليمن على الأمن والسلم الدوليين يتطلب استراتيجية ردع محلية وإقليمية ودولية شاملة جاء ذلك خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاغين عبر الاتصال المرئي حيث أشار اللواء الزبيدي إلى جاهزية مجلس القيادة الرئاسي للانخراط في أي جهود إقليمية ودولية تهدف لوضع حد للإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية في اليمن والمنطقة سلما أو حربا لافتا إلى أن القضاء على التهديد الحوثية تطلب تعاون حقيقي بين دول المنطقة والعالم واستعرض اللقاء مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في بلادنا والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يعمل عليها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كما ناقش اللقاء سلسلة الإجراءات المتخدة من قبل البنك المركزي وعدد من الوزارات الخدمية والتي هدفت في مجملها لإيقاف العبت الحوثي بالقطاع المصرفي وأصول المؤسسات الحكومية الخدمية وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية وتطرق اللقاء إلى التطورات ذات الصلة بالجهود التي تبدل من قبل المجتمع الدولي ودول الإقليم لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة وفي هذا الشأن أجدد الرئيس الزبيدي التأكيد على ضرورة تشكيل الفريق التفاوضي المشترك التابع لمجلس القيادة الرئاسي وتبكينه من القيام بمهامه الوطنية بصفته مظلة تمثل مختلف القوى المنضوية في إطار المجلس استقبل رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في العاصمة عدن ممثل برنامج الأغذية العالمية الجديد لدى اليمن السيد أونورا وإجرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل البرنامج في اليمن للفترة القادمة والتحديات التي يواجهها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفين الأمميين والدوليين من قبل الحوثيين على ضوء الاختطافات المستمرة لهم وهمية قيام منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وعدم التهاون في هذا الجانب مشددا على همية الانتزام بالمعايير ومنع أي تدخلات أو حرف للمساعدات الإنسانية المقدمة عبر البرنامج أو حرمان المستفيدين منها معربا عن تطلعه من الممثل الجديد للبرنامج أن يضع هذه القضايا على رأس أولوياته في ظل احتكار ميليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في البلاد افتتح الرئيس الحكومة أحمد بن مبارك بمدرية المعنى في العاصمة عدن مقر المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الإدارة العامة وطاف بن مبارك بأرجاء المقر متعرفا على الخطط التنفيذية للمؤسسة بما يواكب توجهات الحكومة ووزارة الاتصالات في تطوير وتحديث خدمات الاتصالات والإنترنت وتنبية تطلعات المواطنين ومختلف القطاعات العامة والخاصة موجها بإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المؤسسة كتوجه عام لتفعيل أداء هذه الإدارات في جميع مرافق وأجهزة الدولة لتعزيز السفافية والمساءلة ومكافحة الفساد إلى ذلك زار رئيس الحكومة مشروع عدن نت مطلعا على سير العمل الجاري فيه وخطط التوسعة والتجهيزات الجارية وتلطية المشروع التي تم توسيعها إلى محافظات حضر موت ولاحج أبيان ومراحل التوسعة القادمة بصورة تواكب تقنيات الجيل الرابع وخلال الزيارة ترأس بالمبارك اجتماعا لقيادة المؤسسة تم خلاله تقديم عرض توضيحي عن خطط المؤسسة ومشاريعها والمعويقات التي تواجهها ومكترحات حلها مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بقطاع الاتصالات موجها المؤسسة بإعداد خريطة طريق شاملة للمشاريع والاهتياجات وفرص الشراكة والاستثمار عقب حادثة اختطاف ميليشيا الحوثي أربع طائرات تابعة لها وقعت شركة الخطوط الجوية اليمنية مع موثلي شركة إرباس على اتفاقية شراء ثمان طائرات جديدة نوع إرباس ونصت الاتفاقية الموقعة في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على بدء الخطوط الجوية اليمنية بالدفع المالي ابتداء من العام 2028 وجدولة استلام الطائرات الثمان ابتداء من العام 2031 حتى العام 34 بواقع طائرتين في كل عام وكان قد قدمت دولة الكويت ثلاث طائرات لشركة عقب اختطاف الحوثيين طائراتها الأربع لتعزيز سطولها وتوسيع وجهات رحلاتها الجوية أعرب رئيس لجة الأمنية العليا وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعلي عن شكره للوحدات الأمنية على تأمين ساحة العروض في خور مكسر بالعاصمة عدن وتعاملهم الواعي والمسؤول أثناء القيام بواجبهم لتأمين المتظاهلين وقال الفريق الدعلي خلال منشور له على منصة اكس أن الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في العاصمة عدن قد وصلت إلى مستوى عال من المهلية أثناء تنفيذ المهام الأمنية مشددا على كافة الأجهزة والتشكيلات الأمنية لانتهاج هذا السلوك بما يظهر هيبة الدولة والتصرف المسؤول في مختلف الظروف وأضاف الوزير الدعلي أن وزارة الدفاع لن تألو جهدا في القيام بواجبها الوطني وكل ما يلزم لتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة وعدم السماح باستغلال القضايا العادلة لتمرير أجندة مغرضة ومشبوهة لجهات تتربص بأمن عدن وباقي المحافظات المحررة أكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء امطهر الشايبي أن الأجهزة الأمنية بعدن هي السد المنيع لحماية أمن واستقرار العاصمة مطالبا المواطنين بعدم الإنجرار خلف الأبواق المرجفة والتي تستهدف المنظومة الأمنية وأشار اللواء الشايبي خلال اجتماع أمني إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها للبحث عن باقي المتهمين الفاردين من وجه العدالة في قضية قتل عبدالعليم ناصر الرضامي للقبض عليهم لافتا إلى أنه سيتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة وأوضح اللواء الشايبي أن أمن العاصمة عدن وبجانبه كافة الأجهزة الأمنية تعمل بمهنية عالية لحل مثل هذه القضايا والقبض على كل من تسول له نفسه لزعزعة أمن واستقرار العاصمة مشددا على ضرورة أن تنتزم وسائل الإعلام والنشطاء بالموضوعية والدقة في نقل المهلومات وتجنب ترويج الشائعات المغرضة التي تصدرها مطابخ العدو ترأس رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري اجتماعا مشتركا لهيئة رئاسة المجلس وانتقال العاصمة عدن للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في العاصمة عدن وفي مقدمتها آخر التطورات المرتبطة بقضية المختطف المقدم علي عشال وجدد الكثيري موقف المجلس الانتقالي الثابت إلى جانب أسرة عشال وتضامنه الكامل معها مشيدا بمستوى الوعي الكبير الذي أظهرته الأسرة والمسؤولية الوطنية التي تحلت بها قبيلة الجعادنة بتفويتها الفرصة على القوى التي تحاول حرف مسار القضية واستغلالها لضرب النسيج المجتمعي الجنوبي واستهداف المنظومة الأمنية ونوه الكثير إلى أن القضية تسير في نطاقها الجنائي وتبدل الأجهزة الأمنية والقضائية جهودا كبيرة للكشف عن مصير المقدم عشال وضبط المتهمين والمتورطين ولفت الكثير إلى أن الجنوب عامة والعاصمة عدن خاصة يمران بمنعطف مهم وحساس يحتم على الجميع توحيد جهودهم وتحمل المسؤولية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والتصدي للمؤامرات والمخططات الخبيثة لاستهداف الجنوب وقضية شعبه بحث لقاء بالمكلة ضم وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت مبخوذ بالماضي القضايا المرتبطة بالشؤون السياحية والإعلامية والثقافية بالمحافظة وتطرق الاجتماع إلى النشاط السياحي بالمحافظة وسير فعاليات مهرجان البلد السياحي وجوانب التكامل لإنجاحها كما جرى مناقشة نشاطات مكاتب السياحة والإعلام والثقافة والمؤسسات الإعلامية والثقافية بالمحافظة وبحث الاجتماع التحضيرات والتهيئة لتنظيم معرض الكتاب الدولي الذي تحتضنه حضرموت في شهر ديسمبر القادم ويعد الأول بعد توقفه منذ العام 2014 دشن محافظ حضرموت مبخوط من ماضي عمال المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان بجامعة العرب الذي تنظمه الجامعات تحت عنوان طب الأسنان الواقع والتحديات ويعد المؤتمر الأول في طب الأسنان في حضرموت ويشارك فيه أكثر من 400 من المختصين والاستشاريين في طب الأسنان من داخل الوطن وخارجه ويتضمن 17 محاضرات خصوصية لمتحدثين محليين وخارجين و7 كرسات وورش عمل تطبيقية ويصحبه معرض طبي وعلمي وأول مخيم طبي خيري في زراعة الأسنان وجراحة الوجه والفقين ويهدف المؤتمر إلى توفير فرص للمختصين في مجال طب الأسنان لتبادل الخبرات واستخدام التقنيات المتقدمة وزيادة المعارف والخبرات المهلية والبحثية والمساهمة في تطور المجتمع العلمي الأكاديمي بمحافظة حضرموت أعلنت شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية تدشينها المرحلة الثانية من العام التدريبي الجاري وأشاهد التدشين عرضاً شاملاً للمهام الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الستة الماضية والتي عكست الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الهندسية العسكرية في مسح وتطهير مساحات شاسعة بساحل حضرموت وتأمينها وتخلل التدشين استعراض للفرق الهندسية وجائزيتها القتالية ومهارتهم الهندسية في التعامل مع العبوات الناسفة وحقول الألغام وكيفية التخلص من مخلفات الحروب تواصل قوات خفر السواحل بحضرموت خطتها الأمنية لتأمين الشريط الساحلي بالمحافظة خلال موسم نجم البلدة السياحي وتنفيذ عملية الإنقاذ لمرتادي الشواطئ وقال المركز الإعلامي لخفر السواحل أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع الشحر تمكنت من إنقاذ شاب من أبناء رياف الشحر إثر تعرضه لحادث غرق في ساحل الشحر مضحا أن الحالته الصحية مستقرة واجددت قياتة خفر السواحل بحضرموت دعوتها للمواطنين بأخذ الحطط والحذر أثناء الاتسال والاتزام باللواحي الرشادية التحديلية وعدم الاتسال في الأماكن الخطرة وكذا الاتزام بارتداء سترة النجاة وتجنب السباحة لمسافات طويلة في تجاه عمق البحر وعدم الاتسال في الأماكن الخطرة وأماكن تواجد الصحور نفذ رئيس صندوق الطرق المهندس معين الماس زيارة تفقودية لأعمال مشروع استكمال وإنشاء طريق عقبة خلق المقطع الأول في حال مين بالمحافظة لحج حيث وطلع الماس على الوضع العام للأعمال المنفذة والجارية في المشروع ومعدلات الإنجاز الفاعلية للأعمال المتواصلة لتجهيز الطريق كما اطلع خلال المعاينة على مجمل الجهود المبدولة والتحديات التي قد تصادف إنجاز الأعمال المستمرة في شق وتعبيد الطريق الذي يجري العمل عليه عبر مقطع لتسريع وثيرة إنجازه مشهيدا بجهود الجهة المنفذة وكافة العاملين على حرصهم في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد تمكنت قوات دفاع شبوى اللواء الثاني في أحد مداخل مدينة عتق من إلقاء القبض على شخص وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تقدر بحوالي كيلو جرام وتم ضد الشخص على متن سيارة أجرى قادمة من إحدى المحافظات المجاورة إلى العاصمة المحافظة عتق وأجار استكمال إجراءاته وإحالته إلى الجهات المختصة وكانت في وقت سابق قد تم إحباط العديد من عمليات تهريب الحشيش المخدر من قبل قوات دفاع شبوى المرابطة على مداخل العاصمة عتق وإحالة مروجيه إلى الجهات المختصة فتام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس الحكومة يستقبل ممثل برنامج الأغذية العالمي الجديد لدى اليمن اجتماع مشترك لهيئة الرئاسة وانتقال العاصمة عدن يقف أمام مستجدات الأوضاع في عدن محافظ حضر موت يدشن المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان بجامعة العرب نشرتنا لإخباريا انتهت شكرا لطيب المتابعة وإذا دقاء اشتركوا في القناة